وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نأخذ مالة العقيدة والمقرر العقيدة الطحاوية لماذا سمعت بالعقيدة الطحاوية؟ نسبة إلى صاحبها الإمام أبي جعفر الطحاوي بحثنا في بعض المسائل وقبل نشرح في الدرس لقدمنا المراجعة رجعتنا الدرسة أم لا؟ رجعتنا الدرسة أم لا؟ ما هي؟ رجعتنا؟ السؤال الأول ما هي الجوالب التي أخذناها قبل كل شيء؟ العقيدة ما هي العقيدة؟ فضل؟ حكم الدهن الجازل بدون النظر في الكرة حكم الدهن الجازل بمعنى لا تعرف لنا العقيدة اللغة بمعنى الإتخاذ والقوة والإتخاذ أو معنى كيف أقول صلاة؟ طيب تكون بمعنى الإتخاذ اعتقدت الشيء أي تخذته وقد تفيد أيضا القوة والصلاة عقد الشيء أي اشتد وصلوا فهي بمجموعها تفيد هي عبارة عن أي شيء عبارة عن نصوص وقوعة وقوعة يتخذها الإنسان ويحبها فتشتد عنده وتصله فلا تتزعزع مع مئول وقتها العقيدة لكل شيء يعني كل ما يترتب عليها يكون يعني في قلبه ويعملون أجلها طيب هذه العقيدة التحاوية أخذنا جوالب عندها بداية الدرس قلنا أن نظر في العقيدة التحاوية أمر فيها إلى عدة جوالب الجانب الأول في مؤلفها من هو أبو شعفر أبو شعفر أبو شعفر أبو شعفر لا أبو شارع شارع لها لا هو الشافعي المذهب ثم بعد ذلك الحنفي المذهب لكن هل كان يعني متعصبا للمذهب الحنفي مثلا أو كان مقيدا لك بل كان يخالف حيانا المذهب وكانت له مؤلفات طيب الجانب الثاني انظروا فيها أيضا إلى مضمون العقيدة ما تضمنته العقيدة تضمنت ماذا؟ مجمل اعتقاد أهل السنة نعم نعم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة تناول هذه العقيدة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة بدءا بالإيمان بالله العالى ثم أسمائه وصفاته وكذلك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الكرام وكذلك القدر وكذلك اليوم الغيط يعني اليوم الآخر العلم الغيط والرؤية والشفاعة والسراط إلى غير ذلك من هذه المحتويات والمسائل التي قررها الإمام والحمد الله تعالى وهي جديرة بأن تقرأ وتفهم ومن الجوانب أيضا التي أخذناها إيش آخر أن صلى الله عليه وسلم ونحن نتناول العقيدة التحوية قلنا إيمان تعرف الإيمان وأركان الإيمان قبل ذلك قلنا أن الذي وضع لها سيد وشهر شرحها الذي قام به الإيمان أبي العز الحل فهو رحمه الله تبارك تعالى وهو الذي يعلم أبرزا بعالم هذه العقيدة العظيمة وكذلك من الجوانب الأخرى أن هذه العقيدة التحوية تضمنت مسائل وتقريرات وجمل مختصرة حسنة الألفات يسيرة الكلمات والمعاني لكنها فيها مؤخذت مثلا تعريفه للإيمان أخذنا أيضا لما قال رحمه الله تعالى هذا ذكر بين عقيدة أهل السنة والجماعة من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الطائفة المنصورة أي تعريف هم الطائفة المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة أقول أنهم متبعون للسنة كما قال الشيخ مطيبين حولنا مجتمعون عليها فهم أهل السنة و جماعة أي معنى وأهل إجتماعا لا ألفرقة لا أدو فرقة وبخلاف أهل البدع الذين يتفرقون قال الشيخ رحمه الله تعالى حتى وإن يحصل بينهم شيء من الخلاف إلا أنهم يغفر بعضهم لبعض وكذلك يتجاوز بعضهم عن بعض لا تصل هذه الخلافات إلى الطعن والتبرؤ من بعضهم البعض وذكرنا لذلك أمثل في الخلاف حتى في الفروع العقيدة مثال ذلك خلاف الفروع العقيدة مثال ذلك ما شو رؤية الله رؤية من العقائد أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربي من المسائل الفرعية التي لا يظلل فيها المخادر فأمن عباس كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربه عينيه وطارة يقول رأى ربه بفؤاد وهائشة تنفي أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه طيب لكن هل تناحر الفريقان وتبرأ بعضهم لم يتناحر ولذلك كان يعني على خلق حسن طيب ثم قال رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني فضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين طيب قوله رحمه الله تعالى هنا على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي الفقه العلامة قال عنهم الإمام الذهبي نأخذ بعض سيرته لا بأس نأكتب هو الفقه العالم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الزوقي التيمين التيمين الكوفي ولد سنة ثمانين الهجرة في حيات صغار التابعين ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة أنس بن مالك رحل إلى الكوفة وانتقل إلى الكوفة إلا أن أبي حنيفة لم يثبت عنه لم يثبت له حرف عن أحد منه يعني عن أنس بن مالك وغيره وكان رحمه الله تعالى آية في الفقه والعلم قال الشافعي الشافعي مقالته المشورة الناس عيال الفقه على أبي حنيفة وقال يحيب سعيد القطار قال لا نكذب عن الله أو لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأيه أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله قال الإمام مالك لما قيل له هل رأيت أبا حنيفة جاء للإمام مالك قال له هل رأيت أبي حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته من قوة فقه وقياسه والصباطه قال لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام عليك بحجة يقول عبد الله بن مبارك لولا أن الله أعالني بأبي حنيفة والثوري لكنت كسائر الناس عبد الله بن مبارك الزهد العابد المحدث الفقيه الشيقول يقول لولا أن الله أعالني بأبي حنيفة أي أنه تعلم عند أبي حنيفة وأخذ الحديث عن سوفيان الثوري فجمع بين المدرستين قال لكنت كسائر الناس لكنت كسائر الناس كان رحم الله تعالى أيضا آية في العبادة آية في العبادة ذكر عنه الثهبي عن أسد ابن عمر قال أن أبا حنيفة صلى العشاء والصبحة بوضوء الواحد أربعين سنة ما روك شوف يصلي الوضوء والعشاء أربعين سنة بوضوء واحد وروي أنه خطب القرآن في في رقعة وكان يردد أحيانا في صلاته قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أذهب وأمر يكررها بل الساعة موعدهم والساعة أذهب وأمر يكررها ويذكي ويقضر لله تعالى شيء عزيب هؤلاء السلف الصالح الحمد لله يعني بوضوء واحد ما معلتها قبل ليل مكان سعيد بن المسيد قال خمسين سنة وسعيد بن المسيد لم يرى في قفاء رجل في المسي ولم تفته تكبيرة الإحرام أربعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام هذا سعيد المسيد ولم ينظر في قفاء رجل خمسين سنة معلتها في الصف الأول وكانوا هؤلاء أخيار وكانوا عابدين زاهدين لذلك لذلك نقولنا متبع السلف الصالح أو السلفية أو كذا أو مجرد الديعاء لما ننظر إلى هؤلاء هل هي السلفية الحقيقية التي يمع الإنسان أن يكون متبعا فيها لهؤلاء إخيار كيف كانت عباداتهم كيف كانت أخوانهم كيف كان صيامهم كيف كانت قراءتهم للقرآن كيف كان حجهم كيف كانت عمرتهم كيف كانت ذكرهم للهي تبارك تعالى كيف كانت أخلاقهم لأن الواحد منهم لما يأتي يبيع شيئا للسوق يقوله ويبيع شيئا وينادي أن في لبنيها ملوحة حتى اليوم يبدل للكون كالسيارة ويكذب ويشجهاد الزهور وفض وظليظ إلى غير ذلك فالسلف الصالح هديهم ولذلك شرف شرف للإنسان أن يكون متبع للسلف الصالح رحمه الله تبارك تعالى وأبو حنيفة حتى نفهم لماذا كان عنده هذا المذهب الذي اشتهر بالرأي أنه يعني عاصر الدولتين عاصر الدولة الأموية والدولة إيش العباسية لذنين عاصر الدولتين رحمه الله تعالى وثمت فتن أحيانا مرت وميحا عصفت أيضا بالأمة الإسلامية إلا أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما فتحت بلاد ما وراء النهر وخرسان وإيران وما بعدها كان ثم تنالي الناس عادات وتقاليد إلى غير ذلك من الأمور كانت عندهم أكل وعندهم شروط وعندهم لباس وعندهم عادات وعندهم ثقافة باللغة المعاصرة الآن فكان لابد من إصدار الحكم الشرعي فيما يحدث للناس من عاداتهم اليومين لابد من فهمي الحكم كما نعلم نحن الآن مستجداد اليوم تأتينا فلابد يكون عندنا فقهاء يستطيعون استنباد الحكم الشرعي ولذلك كان رحمه الله تعالى يجتهد في القياس ويجتهد في الرأي رحمه الله تعالى وله أبو جعفر المنصور القضاء فرفض أحب يوليه القضاء فرفض الإمام أبو حنيف أن يدولى القضاء منصب القضاء إنه يخاف ويخشى قال لا توليني أعفني يا أمير المطمئين قال والله لا أولينك القضاء قال إنني لا أصلح للقضاء إنني رجل ضعيف لا أفهم لا أفقه قال تكذب قال يا أمير المؤمنين ها قد شهدت علي بالكذب فكيف تولي قاضيا كاذبا قالوا له تبر بيميني أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين له من المال ما يمكن أن يضر به أو يحدث وإنه أو يضر بي أو يكفر عن عن يميني فلم يتولى أبو حنيفة القضاء رحمه الله تعالى وتولي مسألة القضاء هذه مسألة نسبية لا يقضح في شخص العالم إذا تولى القضاء وعندنا علماء أجل الله وفقهاء كبار قد تولوا القضاء كعبد الرحمة النبي ليلى وشريح القاضي وكذلك القاضي أبو يوسف وكذلك أبو الحسر الشيباني وكثير منهم رحمه الله تبارك وتعالى إذا هذا أبو حنيفة أما عن الإمام صاحبه أبي يوسف يعقوب ابن ابراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى هو أيضا من أصحاب أبي حنيفة فهو أيضا محدث مجتهد كان يلقب بالقاضي ولد سنة ثلاث عشرة سنة سنة ثلاث عشرة ومئة للهجرة يعني سنة مئة ثلاثة للهجرة لازم أبي حنيفة أخذ عنه الفقهة وكان من المجتهدين الذين لهم عناية بالحديث وهو لمدة من التأكيد على هذا حتى لا يقال إن أصحاب أبي حنيفة لا يحضرون بالحديث والأثر قال يحيى ابن معين وهو يبين أن من أصحاب أبي حنيفة من له عناية بالحديث قال ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف من أبي يوسف من أبي يوسف لا يحب علم الكلام ما هو علم الكلام علم الجدل علم الجدل العقيم نقل ذلك عن الإمام الذهبي في السيرة على النبلاء قال قال أبي يوسف العلم بالخصومة والكلام جهل العلم بالخصومة والكلام جهل والجهل بالخصومة والكلام رحمة الله تعالى مع أبي حنيفة وذلك أنه كان فقيرا محتاجا وكان أبوه يحتاج إليه في العمل في زيادة النفقة فجاء أبوه إلى أبي حنيفة وأمره أن لا يترك عنده ابنه يتعلم عنده لأنه يحتاج إليه كما كنا في عالته في طلب الرزق فقال دح عندي وأنا أطعمه وأسقيه وأعطيه ما يستحق من مالا على كل حال أنه مكث عنده وعلى روايات مختلفة إما أمه 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 مرضى الشاهد من القصة أن أبا يوسف كان الإمام أبو حنيفة يعتني به احتناءا كبيرا وهكذا الطالب إذا أظهر لشيخه العناية بالعلم والاجتهاد فإن الشيخ ينبغي أن يولي له اهتماما وأن يعتني به وهكذا كان المشايخ وكان العلماء فيما سبق الإمام الزهري هو الذي أنفق على الإمام مالك وكان يعطيه مال لأنه علم منه الحفظ لما جاء إمام زوه يحدثه بالأحاديث جاء من الغد قال من يحدثني بما حدثت؟ قال ربيعة هذا الغلام يحدثك بما حدثت ربيعة الشيخ إمام مالك فحدثه بكل ما حدث به الإمام الزهري منذ ذلك الوقت اعتن به الإمام الزهري وكان شيخ الإمام مالك شيخ الإمام الزهري الذي أخذ عنه الحديث وليث بن سعد ما أدرك من ليث بن سعد كان من الأغنية الأكبر الأغنية وهو من العلماء لشده وله مذهب ليث بن سعد والليث بن سعد من غناء أنه كان يرسل الأموال في أطباق يعني يرسل الأموال للعلماء ولطلبة العلم ينفق عليهم قيل إن الإمامة ليث بن سعد لم يزكي في عام لم يزكي ما له مدّة حياته ما معلته؟ ما لا يبقى له شيء؟ كل عام يجي أنفعه ولا يبقى شيء يدور الحر وليس عنده نصاب يزكيه رحمه الله تعالى المهم أن أبا حنيفة اشتغل وهدم بأبي يوسف فمرض أبو يوسف مرض وهذا المرض كان مرضاً مخوفاً يعني حقيقةً كان أن يهلك فيه أبو يوسف فحزن أبو حنيفة لذلك فقال لقد كنت أعده من بعدي يعني أن أبا حنيفة كان يقول كنت أعد أبا يوسف لي من يكون للناس من بعدي فسمع الناس ما قالت أبي حنيفة فشف الله تعالى أبا يوسف فلما عفاه الله تعالى أراد أن يذهب إلى حلقة أبي حنيفة فقيل له إلى أين تذهب قال إلى الحلقة ليجلس تعلم قالوا لهم أنت لا تحتاج لي أنت صغت عالماً أنت فقهاً لقد قال فيك أبو حنيفة لما مرضت وحزن أبك قال من للناس من بعدي فقد كنت أعدته لهذا المجلس يعني في العمية ظلت في روحة واتخذ مجلساً وجلساً يدرس فافتقده الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى فأرسل إليه أحد الطمار فقال اسأله اسأله أن قصار 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 هو خيار قال له سل أن رجل قد أعطاه ثوباً ليقصره له ثم جحده أعطيه الأجرة على تقصيره بعد انقصره أم لا يعطيه الأجرة وسلم عن الصلاة أيبدأ فيها بالفرض أم بالسنة فجاء الرجل لبي يوسف فقال له يا إمام أنا أسألك سؤاله قال له هذا رجل ذهب عند القصار ليقصر ثوبه فجحد القصار الثوب فطار باب الأجرة أعطيه الأجرة قال لا يعطيه قال له أخطأت قال يعطيه قال أخطأت يعني قال له لو هذا القصار الخيار جحد الثوب فقال هل يستحق الأجرة لإمام أبو يوسف قال لا يستحق قال له أخطأت قال طيب يستحق من؟ قال له أخطأت عرف الإمام أبو يوسف أن هذا السائل مرسل بعثه شكور أبو حنيف يعني أنه لقد أن وراءه شكور فطرق أبو يوسف المجلس هو أتى وجلس بين يديه قال له يا إمام مسألة قال قال يا إمام مسألة يا إمام قال والله ما أتى بك إلا ثوب القصار يعني عرف أنه جاء يسأل وعرف أن أبو حنيفه الذي قد أرسل إليه هذا الشاء المهم أنه أخبره بأنه لا يصلح أن يجيب الجواب الأول فيقول لا يستحق وليجيب الجواب الثاني أنه يستحق فانظر إلى متى جحد القصار الثوب إن جحده قبل أن يقصر فهذا دليل على أنه نواه لنفسه فلا يستحق الأجر وإذا قصره بعد وإذا جحده بعد أن قصره فذلك دليل على أنه قصره لصاحبي لكن بعد ذلك جحده فيكون مستحقا للأجر وذفقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا ما يذكرنا بالتعالم المذموم الذي يقع فيه بعض الشباب اليوم المنهي عنه وهو الطراز النكد الذي حذر منه العلماء وهو ما يسمى بالخنفشار الخنفشار عبارة على كلمة اصطنعها طلاب علم شيخهم لينظروا أصادق هو أم كذب لأنهم لاحظوا فيه شيء من الكذب لأنه لا يسأل عن شيء إلا أجاب عنه فسئله سأله الطلب فقالوا له يا أبنان نسألك عن هذه الكلمة فكونوا كلمة مع بعضهم سموها إيش؟ الخنفشار قالوا له يا أبنان نسألك عن الخنفشار قال الخنفشار وماذا أكم بالخنفشار؟ قال الخنفشار كلمة تنبت وتخبز في أرض اليمن إذا أكلتها الإبل در لبنها قال شاعره من يماني لقد عقدت محبتكم فؤالي كما عقد الحليب الخنفشار قال داود الأمطاقي في الآن الخنفشار وقال فلان في الخنفشار بيكذب وقال فلان في عليه الصلاف الخنفشار قال السلام كذبت عن هؤلاء مجد تكذب عنه قال السلام وأنا قلت مرة في مقال كم عندنا من خنفشارين في هذا الزمان العجيب الغريب والله فتراز نكد يعني في كل المجالات كل مرة أخوشارين واحد ممن يدعي الفهمة والفقهة أو عندهم ثقافة مثلا ويقول كلاما غريبا العجيبا الشاذا صلى الله عليه السلام والعافية فخطورة التعالم خطورة خطيرة جدا بالتعالم يعني الإنسان يتعالم ويستكبر على العلم ويتقبر على العلماء وهو الأشيء كل هنا ضعاف وهذا العبد الذي أحدثكم من هؤلاء الضعاف قليلي أرزاء صلى الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح أعمال هذا العلم ضحر لا ينبغ الإنسانا يعني استكبر فيه وأن يقول انتهت في السيادة أو رياسة فهذا أبو يوسف جالس أبو حنيفة فما استطاع أن يجيب على جواب حتى أبو حنيفة ذاته قال جلست في مجلس في البصرة فظلنت أنني ما سئلت سؤالا إلا أجلت عنه قال فسألني الناس فما استطعت الإجابة على أي سؤال قال فرجعت 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 ولازنت العلماء طيب هذا أبو يوسف رحمه الله تبارك تعالى كذلك محمد الحسن الشيبان وهو من أصحابه وهو من طلاب أيضا إمام مالك طبعا أبو يوسف تولى القراءة في عهد هاروم رشيدة وكان يبجله هاروم رشيد شكون هذا؟ هذا أبو يوسف لننظر مكانة العلماء فنحن في الشرح لهذا مو مجرد مواد نأخذها ونحفظها ونمشي لأنه ثم التربية ثم فوائد مسلكية ثم التقريرات لابد أن نبينها أحيانا هذا أبو يوسف قلنا كان قاضيا في عهد هاروم الرشيد وكان يقربه ويدنيه منه وكان يستنصحه هيطلب منه النصيحة أما أبو محمد بن حسن الشيباني فهذا ولد سنة 31 ومئة أمن الهجرة قيل هو الذي كان له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة يعني محمد حسن الشيباني كان له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة طيب إلا أنه لم يلازم كثيرا أبي حديث لم يحضر إلا فترة المشيزة لكنه استكمل العلم في هذا المذهب عند شكور عند القاضي أبي يوسف عند القاضي أبي يوسف عند القاضي أبي يوسف وكذلك أخذ على الإمام الثوري وكذلك أخذ على الإمام مالك وصنع منه الموطط وكذلك تجدون الموطط برواية محمد الحسن الشيباني ما هو رواية الموطط كثرة فما يشوحل أكثر من مئتين بل كثير وقت الموطط كثرة منهم يحيو بن يحيو ليسي هذه الغواية المشهورة وكذلك عندنا أيضا محمد الحسن الشيباني وأيضا رواه عن مالك الموطط فهو أيضا أخذ عن الإمام مالك في الأثر تولى القضاء في خلافة هاروم الرشيد وآلت إليه رياسة الفقه في العراق بعد أبي حنيفة وكان مجتهدا رحمه الله تبارك وتعالى طيب هذا عن الفقهاء الذين ذكرهم هنا لابد أن نتعرف عليه فهؤلاء سلافنا وهؤلاء علماءنا أجدادنا نثني عليهم خيرا ونترحم عليهم طيب قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدنون به رب العالمين يدينون به أصول الدين أصول الدين كثير من العلماء كثير منهم يطلقون كلمة أصول الدين على مسائل الاعتقاد كثير من العلماء يطلقون كلمة أصول الدين على مسائل الاعتقاد والتحقيق أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد بل أصول الدين منها اعتقادية كأصول الإيمان الستة ومنها أصول الدين ومنها عملية يعني منها أصول عملية كأصول إيش؟ الإسلاف الخمسة ولهذين النوعين من المسائل الدين اللي هم إيش؟ العلمية والعملية العملية المراد بإيش؟ عبادات والعلمية المراد بها؟ العتقادية ولهذين النوعين من المسائل الدين أصول فرع يعني في المسائل العلمية عندنا أصول فرع وفي المسائل العملية عندنا أيضا أصول وفرع وهذا ما قرره شيخ الإسلام يا رحمة الله تعالى طيب قال نقول في توحيد الله يبوع التقدين بتوفيق الله عندكم يكونوا متن ولا؟ نعم عندكم؟ يلا نتبع نقول في توحيد الله وعتقدين بتوفيق الله إن الله لا شريك له ولا شيء مثله الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة إلى آخر ما قال هنا بدأ رحمة الله تعالى في بيان الاعتقاد ولما قال نقول في توحيد الله معتقدين أي أنه أراد أن يقول ها نحن نبين لكم ما نعتقده نهل أهل السنة والجماعة أتباع أبي حنيفة وصاحبه قال التوحيد نقول في توحيد الله التوحيد في اللغة مصر من وحد يوحد وهو جعل الشيء واحدا جعل الشيء واحدا أما اصطلاحا من يعطينا تعريف التوحيد اصطلاحا شرعا تفضل افراد الله بالدلوهية افراده بالعبادة وافراده بالدلوهية والرقوبية وبأسمي الوصفات تمام منعنا تعريف آخر هذا هو التعريف اصطلاحا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته الإيمان بأن الله تعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وإن شئنا قلنا أيضا إفراد الله تعالى بما يختص به إفراد الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والأسماء والشفات طيب وهذه الكلمة كلمة التوحيد هي ليست كلمة دخيلة تخيلة على المسلمين بل ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جامل في صحيح مسلم لما في حجة الوداع في حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال وأهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد أي بمعنى لبيك اللهم لبيك وأهل بالتوحيد كذلك الإمام البخاري صنف في صحيحه وبو وكتب كتابا سمناه كتابه التوحيد وهذا هو التوحيد الذي درج عليه أهل السنة والجماعة وهو توحيد الربوبية أي توحيد الله في الربوبية توحيد الله تعالى في الألوهية توحيد الله تبارك تعالى في الأسماء والصفات توحيد الله تعالى في الأسماء والصفات وهذا التوحيد إنما عرف بيش بالتتبع والاستقرار لو قال قائل أنتم من جاءتون تقسيم جديدها توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد اسماء الصفات الجواب على ذلك أن هذا التقسيم إنما هو عريف من خلال التتبع والاستقرار أي تتبع النصوص القرآنية النصوص النبوية فوجدنا أن توحيد الله تعالى يدور في هذه الأنواع الثلاث توحيد ربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات وسنبين كل نوع من هذه الأنواع ومما يدل على هذا التقسيم قال الله تبارك تعالى رب السماوات والأرض نعم قال الله تبارك تعالى قبل ذلك سورة الفاتحة نحن عندنا سورة الفاتحة دلت على هذا التقسيم ذكر المنصوف بالكمال محبة وتعظيمة أي أنه سبحانه وتعالى محمود جل جلاله وهو المنصوف بالكمال محبة وتعظيمة طيب والرب دليل على الرموبية لأنه جل جلاله هو السيد المدبر الخالق والرازق إلى غير ذلك المعاني الأرمو الرحمن الرحيم دلت على الصفات لأن الرحمن دلت على صفات الرحمة الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة كذلك يقول الله تعالى سورة مرية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية رب السماوات والأرض وما بينهما هذه واضحة دلت على توحيده الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته دلت على الربوبية هل تعلم له سمية دلت على توحيد الأسماء والصفات طيب إلى آخر ذلك من الأدلة أولا توحيد الربوبية توحيد الربوبية هذا له مباحث الحقيقة هو الإقرار بأن الله تعالى فرب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى فرب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه البحي والمميد والدافع والضار والمتفرد سبحانه وتعالى بجميع بجميع الصفات الربوبية إليه ليوزع الأمر كله لا شريك له من يعيد تعليف الربوبية توحيد 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 الربوبية هو الإقرار بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه وأنه المحب والمميد الناثر والغار والمتفرد بجميع الصفات الربوبية إليه ليوزع الأمر كله لا شريك له تماما هذا توحيد عن الربوبية وسنتناول التفصيل في ذلك إن شاء الله توحيد الألوهية ما هو من يعطينا تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعباد بجميع أننا عباد قد نظر من استغارها والاستغانا طيب كل تعريف هذا بالمثال نقول توحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالذل والخضوع وسائر أنواع العبادة لا شريك له توحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإذا قلنا بالعبادة أن نريد بذلك الظل والخشوع لأن العبادة هي تعريف الظل والخشوع والمحبة والنذر وكل أنواع العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى طيب هذا بالنسبة للتوحيد للألوهية وهو أيضا هو تعريف أو هو أيضا توحيد العبودية طيب توحيد القصد طيب توحيد الأسماء والصفات يعني أعطينا التعريف من توحيد الأسماء والصفات طب هو أثبت أسماء الله وصفاته حسب ما جاء من الكتنة وصلنا تي بدون تحليف ولا تمثيلا ولا تعطيلا ولا تكفيف طيب من يعطينا التعريف يشبهه وكلام يعني المحتوى يقلب من ضوط الألفاظ طيب هو إفراد الله تباره تعالى بما سمى به إفراد الله تباره تعالى بما سمى به نفسه في كتابه ووصف نفسه أيضا به وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وتنزيه عن النقاس والعيوب ومماثلة الخلق أيدي معنى أيصار من ما ذكرت لكم إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كل تصبح مصب واحد وما نفاه الله ونفي ما نفى الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير نعيد هذا التعريف هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه وإثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا من الأسماء الحسنة والصفاتها ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير من يعطينا التعريف هذا الثاني طبعا من يعرف لنا التوحيد بجمال يلا سرعة 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 التوحيد لغة يلا توحيد لغة فضلة هو مصدر من واحد توحيد أن يجعل الشيء واحد طيب طيب فراد الله تبارك تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات أي ما الإيمان بأن الله تعالى واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه تمام يعني لواحد من الأخوات تعطينا التوحيد الربوبية مريدا نشارك حتى ننشط شوية ويكون الجامد الدرس لأن لنضخله في تفاصيل بعدين قد تقوان شديدة شوية طيب توحيد الربوبية بأن يعرف توحيد الربوبية فضي توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رفض كل شيء هو الخالق والرزق والمحي والممير لا شارك إله يعني كل معاني الربوبية له هو سبحانه وتعالى توحيد الألوهية فضي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة تأمام أحسن توحيد الجسم والصفات أخيرا فقط طيب نأخذ توحيد لغوبية توحيد لغوبية الأدلة التي تدل عليه من الكتاب والسنة قول الله تبارك تعالى وقال الله أنه توحيد الربوبية الإيمان بين الله تعالى واحد في ربوبية أي أنه هو الخالق والرزق والمدبر إلى رجل هذا 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 دلت عليه الآيات من القرآن الكريم ودلت عليه أيضا السنة ودلت عليه أيضا الفطرة كذلك العقل يدل على توحيد الربوبية من كتاب العزيز قوله تبارك تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون استفهام إمكاني هذا قال أيضا سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم الآيات في سورة الأقمان كذلك في سورة النمل بقوله تبارك تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفل الله خير أما يشركون أما انقل السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأنبتن به حدافق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أبيلام مع الله بل من قوم يعدلون إلى آخر ما ذكر الله تبارك تعالى من عظمته وأنه هو الخالق جل جلال طيب من السنة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال واعلم أن لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لا من ينفعوك لبشئ ولو اجتمعت الأمة على أن هذا إثبات ليش؟ بأن النفع والضر إنما أؤمن عني الله تعالى هذا دل عليه أيضا وإن يمسسك الله بضر فلا كاش إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صورة الآن عم واضح طيب من الفطرة أو من العقل يعني أن الله تبارك تعالى يمكن أن نثبت وجوده وروبيته سبحانه وتعالى من خلال تدفر ما جاء في هذا صحيح من هذا في الكون وكذلك في نفس الإنسان فنبدأ مثلا من يعطينا مما يدل على وجود الله تبارك تعالى دلالة النفسية أي في نفس الإنسان مما يدل على وجود الدلالة وأنه رب واحد سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعظمة والكبرياء وأنه النافع والضار قوله تعالى وفي أنفسكم فذا تبصر فهذا الإنسان وجوده هو دليل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وقال تبارك تعالى ونفس وما سواها فهذا قسم منهم سبحانه وتعالى ونفس وما سواها أي سواها وأكمل خلقها قال تبارك تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قال تبارك تعالى أيضا تبارك الله أحسن الخالقين هذا يقول لي في هذا الإنسان ونظر إلى هذا الإنسان بسم الله وهذا الإنسان يعني هو آية من آيات الله تبارك تعالى في هذا الكون كيف يخلق وكيف يتكون الجنين وكيف يكون في مطن أمه ومن بعد ذلك يخرج إلى هذه الحياة فلا يعرف إلا أمه ثم يكبر ثم يشوف ثم يكون شافا ثم يكون كهلا إلى غير ذلك من الأطوار التي يمر إلى الإنسان الإنسان في نفسه هو ينضر دليل على أنه لا يملك الحياة بنفسه ولم يخلق نفسه بنفسه ولم يكن له اختيار في هذا الوجود هل اختار أن يوجد؟ لا أوجده الموجد سبحانه هل اختار أن يكون رضيعا؟ لا هل اختار أن يكون شافا؟ لا هل اختار أن يكون كهلا؟ لا الذي اختار هو رب العالمين سبحانه وتعالى كذلك الآيات الكونية السماء الأرض الجبال الأشجار كل هذه دلت على صنعة الخالق سبحانه وتبارك جل جلاله إذن هذه مما يدل على وجود الإله أنه هو رب سبحانه وتعالى الخالق الملك الرازق المدبر لشؤون الخلق جل جلاله سماء ذات أبراش وأرض ذات فجاج والبعر يدل على البعير والسير يدل على المسير ألا يدل ذلك بمجموعه على المطيف الخبيل كما قال الأعرابي أبو حنيف رحمه الله تعالى أيضا لما سئله عن وجود الله تعالى قال أرأيتم لو أخبرتكم بسفينة تأتي من مكان وتذهب إلى الناحية الأخرى تأخذ طعامها وشرابها وتذهب وتأتي وحدها قالوا أيكون ذلك؟ قالوا أن يكون ذلك فقال إذا كان هذا فيما هو موجود ومحدث فما ظنكم بالإله سبحانه وتعالى الصانع المدبر وهذا الكون قبل أن يوجد خلقه الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وأول ما خلق خلق القناة قال له أكتب قرار بما أكثر قال أكتب كل شيء أكتب مقادير الخلق الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون هذا الذي نؤمن به ونعتقده خلاف ما ذهب إليه الملاحدة والدهرية الذين يقولون أنها إلا حياة وقالوا أنها إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دهر هؤلاء يسمون بالدهريين يقولوا ما يريكنا إلا الدهر ونحن نسأل نقول لأنهم يقولون نؤمن إلا بالمحسوس والمعقول يقولون هذه الروح أتؤمن بها فيقولون نعم يقولون ألتراها يقولون لا يقولون كيف تؤمن بها ولا تراها وهي بين جنبيك وأقرب شيء إليك يقولون هذه لا أعلمها فنقولون إن كنت تؤمن بهذه الروح التي بين جنبيك وانت لا تعرف كنها ولا حقيقتها الله سبحانه وتعالى هو الأولى بالإيمان فيه جل جلاله كذلك يقال إن النظريات التي قد توضع الآن هي باطلة الأولى أن هذا الكون كان عدما قد نقول إن هذا الكون كان عدما وهذا العدب وهذا العدب ليس بشيء فكيف هذا العدب يوجد شيئا فلا يمكن لأنهم قالوا الدنيا ما كانت ولا شيء كانت عدما ثم أنشأ هذا العدب هذا الكون نقول الدنيا هذه على قولكم قبل أن تكون ماذا كان قالوا كان عدما وهل العدب يوجد شيئا هو عدب لا يوجد شيئا فضلا أن يوجد غيره وكذلك يقولون إنما هذا جاء بفعل الطبيعة وأن هذا جاء على سجن الصدفة يقولوا هذا باطل لأن هذا النظام المحكم وهذا الكون الفسيح البديل الذي أحكم الله تعالى نظامه هذا لا يمكن أن يختل أو جاء لأنه من أجله هذا اعتقاده يعني عند أكثر الناس طيب هذا بالنسبة للفصل الأول مما أيضا نبينه أن هذا التوحيد الرغمية هو غير كاف غير كاف لتحقيق الإيمان بالله نحن قلنا الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء الإيمان بوجوده الإيمان بلقوبيته الإيمان بلقوبيته والإيمان بأسماء وصفاته طبعا يقول هذا في الإيمان بوجوده هذا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى أو الإيمان بلقوبيته هل هذا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا؟ لا لأن الله تبارك وتعالى أراد الشأخ أراد سبحانه وتعالى أن يعبد أراد أن يعبد وهذا ما سنبينه في التوحيد الألوهية طيب أقول إن الله تبارك وتعالى أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للمشركين أن ما يقررون به ببعض من معاني ربوه أراد الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين أن ما يقررون به من توحيد الربوبية يعني من بعض معاني ربوبية لأننا نعلم أنهم لا يثبتون كل المعاني ومينجرون البعث مثلا طيب أن هذا غير كافي في الإيمان بالله أن هذا لا يكفي في الإيمان بالله تبارك وتعالى تبارك وتعالى والدليل على ذلك ما الذي يدل حسب رأيكم على أن هذا القرار ببعض معاني ربوبية لا يكفي في الإيمان بالله لا يكفي في الإيمان بالله ثم تدليل هذوما هم مسلمون هذوما هم على الإسلام قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قربك ولما هذه أداة جزم يعني لم يدخل الإيمان لكن بصدد الدخول هذا في مساء تفريق بين الإيمان والسلام قوله تعالى وَمَيُؤْنِ أَكْلَهُ مُذِلَّهِ إِلَّا مُهُمَ شُّكُونَ تمام هذه الآية هل تقولها؟ لا ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصين قوله تعالى لقد وعي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاصين لكن الآية التي ذكرتها الأخت هي الآية التي يمكن أن نستذل بها على أن ما أقر به المشركون لذا نفهمها لقضية مهمة جداً أخواتي في الله حتى نفهمها جيداً وحتى إذا بلغناها للناس لا أعرف كيفش نبلغوها طبعاً بالإقناع فالدين الإسلامي دين الحجة والبرهان قولوا أي تبارك تعالى يعني إحنا قلنا أن المشركين يعني أثبتوا بعض معالي الرغوبية لا كتب إثباتهم لبعض قبل من جون أصل المسألة السؤال الذي سألتم أسألوا سؤال هل أثبت المشركون بعض معالي الرغوبية؟ نعم نعم نقول نعم أثبت المشركون معالي الرغوبية أكثرها الدليل على ذلك قوله تبارك تعالى وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَرَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَعَ لَا يَقُلُونَ اللَّهَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ هذه سورة العنكبوتة عندنا في سورة المؤمنون الآيات الثلاثة الجازمة بما قلنا نحن في أي شيء نبحث؟ أثبت بعض معالي الرغوبية أن المشركين قد أثبتوا بعض معالي الرغوبية قولوا الله تعالوا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكروا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء أي بمعنى التدبير المطلق والملك التام ماذا أجابوا؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأن تسحرون فأن تصرفون يعني بالسحر منه الصرف فأن تصرفون يعني عن هذه الحقيقة الحقيقة إذن بشهادة القرآن الكريم أنهم أثبتوا الربوبية يعني أكثر معانيها وأنا ما قلتش توحيد الربوبية يقول لي أنه بعض المعاني يمكنونها البعث مثلا كما كانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن السؤال الذي طرحناه يقول هل المشركون أثبتوا معاني الربوبية؟ قلنا نعم مستدللنا بيش بالمثال لكن قلنا السؤال الذي قبله لكنه الذي ينبغي يطرحه الآن هل هذا الإقرار أدخلهم في زمرة الإيمان؟ لا حيث أنهم قال الله تعالى فيه وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يعني في أول الآية أثبت الله تعالى أنه يفهم إيمان قال وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بيش هذا الإيمان مشهور بشنك هذا المرام فأن هذا الإيمان مشوب بشرك معنى الآية قال ابن عباس في معنى هذه الآية من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون ما معلتهم وهم يشركون أي أنهم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى وكما قال المشاهد فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره أي أنهم يعبدون غيره كبارة كعالى فهم يعبدون الأصنام والأوثام يتقربون بها يتقربون إليها فيذبحون لها وينظرون لها ويطفون بها ويتمسحون ويتبركون بها وكذلك يستمثون بها فصرفوا العبادة كلها للأصنام أو أنهم جعلوها راصطة بينهم وبين الله كما قال تعالى مبينا لشركهم في سورة الزمر قال تعالى ولئن سألتهم نعم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم لذين يقربون إلى الله يزلفان كما يفعل بعض الناس حيث أنهم يتخذ القبور والأولياء والزوايا واصدقينهم بين الله وينظر لهم ويدفع لهم وهذا كله شرك خطير جدا لذلك ينبغي أن ننبه الناس على مثل هذه الأمور وينظر أن نفرق بين العبادة وبين الوسيلة والتوسل والدعاء وسؤال جاهلهم إلى غير ذلك ما سنبغي في توحيد الألوهية والتوحيد العبادة إذن هؤلاء المسيكون الذين أثبتوا لله تعالى بعادل ربوية ولكنهم وقعوا في خلافه ونقيضه ما هو نقيضهم؟ صاحب العبادة وإله تعالى لأنه كان المطلوب مذان منهم يعلمون أن الله بيدهما لقد كل شيء وهو يجر ولا يجار عليه وأنه سبحانه وتعالى الملك المدبر كان المفروض أنه تصرف لهمون المد الدليل على ما ذكرتوا الآن قولوا تعالى بسرطة البقرة في أول سرطة البقرة ماذا قال سبحانه وتعالى الصفحة الثالثة؟ قال في الكتاب يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقوا ولكنهم قبلهم لعلكم تتحبوا الذي جعل لكم من أضغى فراشة وصلنا أبنا وأمزل من السماء بها فأخرجوا به من الثمرات سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أن هذا وأنتم تعلمون يعني كيف تجعلون لله دعاء أثاراً ومراء أكفاء وهو الذي خلق كل هذه قال المبكثير تحت هذه الآية قال الذي خلق جميع هذه الأشياء هو المستحق أن يعبد لأنه من الجهل أن لا يعبدهما سبحانه وتعالى بعد أن خلق كل هذه الأشياء طيب ولذلك هم أنكروا على النبي عليه الصلاة والصلاة لما قال لهم أعبد الله وحدا أعبد الله وحدا قال الله تعالى أجحل الآلهة إلى الموحدة إن هذا لشيء مجاد يعني كيف يجعل المعبدات واحدة ولذلك هم أشركوا هنا في العبادة وكان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي يستكبرون عن العبادة إذن هذا بالنسبة للتوحيد الربوبية أخذنا الفوائد تعريف الربوبية توحيد يعني بينا أن المشركين أتوا ببعض المعاني أو بأغلبها لكن هذا لا يدخلهم في زمرة الإيمان بينا لماذا لماذا لأنهم أشركوا في العبادة لأنهم لم يصرفوا العبادة لأنهم تبارك وتعالى بل صرفوها للأصناع اتخذوها من دون الله تعالى واسطة والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعودهم إلا ليقربون إلى الله يتبين لنا من خلال ما قررنا الآن أن التوحيد الربوبية يلزم منهم التوحيد الربوبية تمام يلزم منه التوحيد الربوبية مستدلنا بآية خبصرة البقرة طي التوحيد الربوبية هذا وأيضا فيه شرك وقع فيه شرك تحيد الربوبية وقع فيه شرك لذلك نحن قلنا نبدأ أننا نجزم بأن المشركين أثبتوا الربوبية مطلقة نفهم من أن الربوبية قد وقع فيه شرك وهذا شرك على نوعي الشرك التعطين وشرك الأندات شرك التعطين وشرك الأندات فيه شفين الربوبية شرك التعطين إسمعنا أنت في الربوبية كشرك فرعون وكفري فرعون الذي قال وما ربه العالمين أي بمعنى جحود وجود الإله هذا إسمعنا أنت شرك التعطين أي أنه عطل الربوبية كهلة أي أنه لا رب في ثوب ولا خالق وهذا أيضا الملاحدة والدهرية على ذلك الذين يقولون أن الطبيعة أوجدت نفسها في نفسها وكالشعيين الذين لا يؤمنون بالله ثم أيضا يشركون في الربوبية شرك تعطين قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يوليكنا إلا الدار صورة الجاثية طيب الشرك الثاني شرك الأندات هو من جعل مع الله من يشاركه في ربوبيته كالشرك شكور كالشرك النصار الذين قالوا أن الله ثلث وثلاث وكذلك من يشرك بالكواكب والنجوه ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم كالصائبة تكون الصائبة صائبة نعم الذين كانوا يعتقدون في النجوم والكواكب وكذلك شرك غلات القبريين الذين يقولون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت الله هذا الشيء عجيب الله يريد مرة واحد في الحجد بلوماسي بيبي نتحدث عن قريبه ولا جد ولا مشارك ولي من الأولياء بتاعهم الرجل المثقف دكتور الله العظيم راني بتكتشوف ورجل طيب هو يعتقد أنه ينفع وظر وفي المجل نبو يجلسين بكلفة قلت الفهم فيه ونبينه ونقلع فيه لكن الظاهر مازال خايف نقلع فيه وخايف خايف أن يعتقد الاعتقاد هذا فيصيبه مطروض فوقع في شركة ويش صرف عبادة الخوف السرية لغير الله يقولت يا ريتني ما كلمتك قال لقل تبقى فيه وحاجة بس طيب سيدي نجم كل غولية الأشايرة زي ده فيش فيه خلوه عنده التوصل بالأخوان ده لا الشاعة لا علاقة بالصفية لا هذوم يخلط ورا لعنده احنا لجو أشاعة ولجو صفية ولا جوز ولا ثلاثم عمرهم مجوز ونتحداهم نجيبونهم مكة من عزوز التونس الماكي في عقيم التوحيد الكبرى تنجي مالكم الشقون وقد كان من القبري ثم تاب الله تعالى عليه وترك هذا على المنهج وكذلك على مذهب من حسن الأشعر في الإيمانة وإن كانوا يقلون في بعض المسائل الأخرى لكن عن اجتهاد كما قرر علماء الشيخ معثريمين وغيره رحمه الله تعالى في مسألة الأسماء والصفات وإلا فالإشاعر يثبتون مثلا عذب القبر يثبتون الرؤية بقي الخلاف معهم في مسألة الأسماء والصفات هي أكثر باب نختلف فيه معهم لكن لا علاقة لهم بمسألة الحبورية وكذا طيب ويعتدون ويعتدون الذين يخافون من أشياء مثل أن يفعلوا يوم الأربعاء هو يوم غير يوم مكروم ما يختص ما يدرسوا شيء نعم ويخافون من المدين عندما يخرجون يرغم من أحد الجيران دائما يقولون أنهم سيصيفون التطير هل يطلب إلى الأعتقاد الخبوريين على هذا بالشرك كذلك؟ هو بالمسبة للتطير هو مرخوض من الطير وكان العرب إذا أراد أحدهم من يسافر يأخذ الطير ويطلبهم إذا دخذت اليمين سافر إذا أخذت الشمال لم يسافر لذلك سمي التطير وهو التشاعر وذلك كان ابن عباس يوماً خارجاً في سفر وكان معه رجل فراء غراباً قال خير خير قال أنا خير لا شرش خير قال ارجع لا تسافر معي أبداً ولذلك هذا من التطير المذهوم نحن عندنا غادي في البلاد البحارة إذا خرج البحار لا يزيش مع القرعة قلت إذا لم يجي القرعة كم يجي قرعة حتى زوجاته لكن الحمد لله الآن أغلبهم عندنا الآن تاب الله عليهم وبدأ الدين الحمد لله والناس تستفيد بدأت على أغرب المسلمين الآن لا يعتقدون في الحبور ولذلك هم الآن عندهم حمد جديد الآن يريدون إعادة هذا الفكر من جديد وإحيائه وإباز الذين يدعون إليه ونصيبهم وإعطاؤهم ويبوئونهم مقاعد هذا الرجل الذي قلم الدنيا يبث الفتنة من السلام والهجم هذا المشروف مكتوب على المعقيدة المسلمين أي لاحباش طيب على كل حال إن شاء الله نحن نقاوم هذا لا بالضرب ولا بالشتر آمس سبعون أنا أخي أنا أمتلي هذا فرد لن أجي شوان طايما بل صحيّ سبعون حمس المهرض وإحب الشباب ودعاة الظلال لقد فعل ليك بلا الله هكذا أخص ودعاة الظلال وإن شاء والآخر يشوف لي قالوا هو هو ليش بم لا إلهي من الله يجيب من له من عبد يسر فكان أمر أنه قد إذا جادلهم هو يغلبهم بالحجة والله يغلبهم بالحجة ليش؟ لأنه عليم الذساء ونحن ومغينات أعلم كيف أنا رد شباب الفوه واع واع أجيب شيئا أجيبهم بالعلم لذلك نحن الآن نتعلم وبإذن الله تعالى سبأتي بالشباب التي يذكرونها في مسألة التوسم ونردوا عليها بإذن الله حتى نكون متسبيحين بيش بي الهند الصحيح فهمنا؟ طيب أبسألت القبوريين أشقلت السؤال هو التطير يعني؟ هل هو مثل القبوريين؟ معناه هل هو كثير أجل؟ هو الآن سيكون من الشرك الخفي والشرك الأصغر الذي قد يعتقد فيه الإنسان أن هذا سبب لجلب الخير ولدفع الشر إذا أعتقد أنه من الأسباب التي تأتي لهم بالخير أو من الأسباب التي تدفع عنه الشر هذا شرك أصغر غير مخرج من الملة كما قرر رحمة المهند لكن دائماً أو أبداً هو داخل في عموم قول الله تعالى إن الشرك نظلم أظيم أقول تعالى إن الله لا يغفر أي شرك أبيه ويغفر مانون ذلك ويغفر مانون ذلك ويغفر الله فضلنا ضلالاً بعيداً لذلك ما سألت الشرك الأندات هو من الأنواع التي وقع فيها بعض الناس اليوم كما سنبين قلنا إذا اعتقدوا في الأولياء فأن الأرواح متاعهم تتصرفوا بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وينصرون من دعاهم ويحفظون من اتجأ إليهم كما يفعل بعض الناس في الحج والفي العمرة يكون في الروضة الشريفة أحياناً تشوف كل مرة أحد يعمل ورقة ونأخر يرميك برقة ونجيك الورقة تفتحها تجد فيها يا رسول الله ابنتي وتتزوج يا رسول الله زوجها لا إله إلا الله الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عن مين من قريب ويجيب دعا وتتعي إلى دعا فهذا رمز خلط خلط المفاهيم وكيف عقيدة المسلمين أصبحت مشوة بهذه الحالة وكذلك يلحق بهذا التمائم والأحجدة فإن هذه أيضا من الشرف الرغوبي وجه أنها شرف الرغوبي ايش؟ تنفى أحسنتي اعتقاد أنها قد تنفع اعتقاد أنها سبب لجلب الخير أو لدفعه لأننا نحن نعتقد أن اللي يتعلق تمينا وليدير ذي الحوت أو اللي يعمل خمسة وذلك الكروه ويعلم أن النافع وضعه والله هذا يسكنوا بالتفكير لكنه اتخذنا كسبب لدفع عنه بالعين كتبوا جيدا لذي مساء مهمة أنه لو قلنا أنه يعتقد أنها تنفى تظر مطلقا من دون الله يقول هذا إيش؟ شكا شكا خطير جدا هذا يكون حاله كالمشيكي لكن أغلب الناس هذا الذين أعرفهم من خلالي سماعي لبعضهم وما درشت عليه العائلات والناس أنهم يتخذونها كوسائل وكأسباب يتخذونها كأسباب يقول لك دفع العين عليه وأنه حتى لا يصاب بالنفس وكذا ذك علي شو يفعلون هذا فهم اتخذوا إيش كوسائل وأسباب لدفع المرهوب ولجلب المرهوب فيكون هذا من الشرك في الرموبية وهو الشرك والأسل ذكر ذلك الحافظ الحكبي في معارج القبول واضح؟ إيش سؤال؟ إذا رأى أحد الشيء من هذا ولم يتكلم اليأكم لا يمكن ولا إن كان معروف درجة إذا كان بيمكن يمكن بيده إن استطاع أن يغير فمثلا في ابنه في عائلته في أهله وذويه فيغير فهمنا؟ لكن إن كان غير قادر فبلسانه يبين الحق لكن إن لم يكن قادرا لا بلسانه ولا بيده فيغيره وينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا مما يدل على أنه ينبغي أن يكره ما هو عليه الناس هذا أن يمهض ذلك بقلبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك أضعف الإيمان ذل على أن إنكار المنقر إيش؟ ونسلت برسنشت ملاب فقط إذا فعلت هذا خلاص وما سيزيل وزيد يشمت معاك يفعل ذلك المعروف الذي أردت أنت توصله للناس ونحن أيضا نتحمل مسؤولية أخواتي في الله في أننا فالرسالة هذه وهذه البضاعة الجميلة جدا وهي التدير والإسلام المحسن السمح كأننا ما عرفنا كيف نسويقه عرفنا كيف نقدمه للناس صار إشكاله المخبطة فنفوه للناس أكتشفتهم يمتي حتى الدروس في المساجد أصبح الناس كيب نفوه كل الأخوة وكل المدائس تتصل بهم والمشايخ الطيبين الكلام كيف هو والله يقول لك السوق كاسد ومتعندك بضاعة تريد أن ترويجها وتعطيها للناس ولذي بضاعية الدين هذا العظيم وهذا التدير حتى لا يفهم الناس أن هذا الدين خلال جاء لي سجنيه وأنه جاء لي شقائيه قال لولله بل جاء بالعفة وجاء بالحياة وجاء بالحياة الطيبة الكريمة جاء بالسعادة قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن بل تشقن هل جاء القرآن ليشقن بشريط لا لما جاء لي سعادتي ولذلك نحن نقول هذا فيه نظر كأننا ليس نحن نتحمل مسؤولية لأن هناك أطراف كثيرة تحمل مسؤولية ووضع سياسي يعني أثار كثيرا على الخطار للدعوة وعلى الدعوة وكذلك طبيعة الناس غياب أهل العلم وكذلك غياب الحكمة كذلك التهوى بعض الشباب وكذلك الحماس المفرط غياب المرشعية الحقيقية وأزمة الثقة همه عواما على كل عام نحكو على ما نحن فيه يعني نتكلم عن أنفسنا فنحن يعني نطالقون أيضا بتصحيح المسار حقيقة تصحيح المفاهيم ونبدأ عن ناس من حيث اتدأنا لا من حيث اتهينا لذي قاعدة جليلا في نصفك للناس في أوليك بالمعروف يعني أمر بالمعروف للمرأة وواجه كما الرجل له قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعض أولياء وبعضي يأمرون بالمعروف يعني نعلم عن المنكر كيف كيف سواء كما الرجل كما المرأة وتعلم العلم هذا كما الرجل كما المرأة وقلت المقالة هذه الجميلة ابدأ مع الناس من حيث ابتدأت أنت لا من حيث اتهيتي يا ربي منعني كبه هداية والإيمان والتقوى والصباح ومشيك شوطط فتتكلمين معهم وتبدأين في النصيحة من حيث النهاية أنا أنت ما شاء الله في مركة قار لا من حيث ابتدأت كذلك كنتم من قبل من الله حليكم هذا رو لابد من أخله بعين الاعتبار إذن نختم ونقول الشرك في الأمداد هذا يعني نقوله من شارك الله تعالى في رغوبيتك النصارى وكذلك الصائبة في الأرواح والنجوم وكذلك القبولين الذين يقولون في الأرواح هذه تقضي عنه الحاجات وكذا والغوث وكذا والقطب وفلان قطب وفلان غوث كما التجانية مثلا كما التجانية مثلا التجانية أو التجانية يعني فيه شرك كبير في هذا الباب وكذلك من الدع علم الغيب كذلك من الدع علم الغيب هذا أيضا فيه شرك في رغوبيت وهذا إيش مخرجون منه لأنه يكون مكذبا لله تعالى فيه خبره قالت تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعهم وإذلك الكهنة والمشعوذون هؤلاء فيش خارقون خارجون من المل لأنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى ويدعون علم الغيب وسنفصل أكثر إن شاء الله لسبوع القادر في مساء تحيد العفودية وتنسلت التنجيم ومشبعهم والله تعالى أعلى وآله وصلي لهم وسلم على سبيل المحمد وعلى آله وصحيح أجمعي